بص هي النتيجة حلوة حاجة في الجيم هي النتيجة صح كده يعني اتنين واحد انا من وجهة نظري ان شاء الله لزه ملك بطل صح وانا بتفهم معك على فكرة فرقة مش جامدة كمان ونحدة بركان فرقة ليلة هو ده بقى اللي مزعلني وبنركزني صح يعني هو ده اللي مخليني انا النهاردة ابتدت بداية عجيبة مش فكورة يا جماعة مش كل العيب يلعب في اي مكان مش كل العيب يلعب في اي مركز انا النهاردة ابتدت بشكل عجيب بلعب انا هو 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 النهاردة انا عايزة اتكلم على الخط الهجوم يلا بنا لما نيجي نتكلم سامسون حمدي زيزو جزيري زيزو وسامسون اتغيروا مع بعض كم مرة في الملعب تلات مرات في نص ساعة ايه ده لا ده هو سامسون على الشمال بعد كده ودعه اليمين وجاب زيزو على الشمال بعد كده دخل سامسون في الهجوم بعد كده دخل سامسون في الهجوم وجاب جزيرة عالشمال ودي كارثة تانية فاللوى انت مش لقينه مكان ما تشت البطولات ما بتتغطش باللغة رتمات الكرة سهلة قوي انا النهاردة عايزي في الجيم انا النهاردة وانا مسافر راح المغرب عايزي من الجيم عايز اقل نتيجة ممكنة وما استقبلش جوان ليه ابتدي عايز اكسب عايز اكسب واكسب نتيجة والله ما كده انا عندي تسعين دقيقة عندي هنا في ارضي جماهيري هتملى الستاد ان شاء الله بإذن لك كل الجهات المعنية تقف جنب الزمالك وتساعد ودخل أدواته الاستاد على المدرجة على المدرجة على الآخر وتزجل خلصة كمان شوف انا بقولك معنا بكمل الكلام اللي حتة اللي انت بتقولها دي اللي هو الناس هتساعد وهتقف وهتدخل جماهير والاستاد هتملي وملعبك وفرقة من وجهة نظر هناك مرعوبة من الزمالك ومن اسمه خايفين انا بقولك الشوت التاني قصة معيني الشعباني تمام قلق من الزمالك يعني الجول اللي خطفه في الجزيرة في أول شوت التاني هو قلق دا لو كان فيدل دايس تقبل الجولين في نص ساعة انا